تباينت ردود أفعال الطبقة السياسية عقب صدور مرسوم رئاسي جديد يتضمن استحداث هيكل جديد أطلق عليه تسمية مديرية المصالح الأمنية سيعرف اختصاراً بالدياساس بدلاً من الدياراس أحزاب المولاد ثمنت قرار الرئيس بخصوص استحداث الهيكل الجديد الذي تم إلحاقه برئاسة الجمهورية سيد رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع وقائد أعلى القوات المسلحة ويتعلق الأمر باستكمال إعادة الهيكل التي قام بها على مستوى المصالح الأمن المركزي لوزارة الدفاع الوطني تعددت التسميات والمهام واحدة هكذا اعتبرت قوى سياسية معارضاء التغيير الذي أجره الرئيس بوتفليقة في جهاز المخابرات فهو حسبهم تغيير في الأسام فقط طالما ما زال يقوده نفس الشخص ويضم نفس المديريات الصلاحيات الأمنية التي كانت مخولة لدائرة استعلام والأمن تتحول من هذه الدائرة إلى الرئاسة وتبقى بنفس السلوك والأسلوب لا نؤمن بمدانية الدولة كإنجاز حقيقي يحققه رئيس الجمهورية إلا بالملموس حزب العمال اعتبر أن هذا القرار إشاعة واعتبر أن الوضعية الكارثية التي تعيشها البلاد جعلت الإشاعات تكثر في الآوينة الأخيرة أحزاب موالية وأخرى معارضة وأخرى تشكك فيما رفضت أحزاب تصريح أساسا إلى حين صدور القرار رسميا من جهات رسمية